السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة اليوم سوف أريكم طريقة تغيير الشاشة في الآيفون 5C الآيفون 5C الشاشة كما تلاحظون مكسورة سوف نقوم بتغييرها بعجالة سوف نحتاج هذه العملية هذا يسمونه مفتاح البراغي الخماسي الرأس لكن الرأس صغير جدا خماسي غير أنه صغير جدا ثم نحتاج إلى وهذا هو مفتاح البراغي على مدزايت ثم نحتاج إلى هذه الآلة العجيبة فنبدأ على بركة الله طبعا نحتاج شاشة جديدة أول شيء نبدأ به هو أننا سنفتحه هنا في هنا الهوم بطن هنا في الأسفل يوجد برغيان يفتحهما هذا مفتاح البراغي العجيب يسمونه البنترلوب سوف نفتح البرغي الأول ثم نفتح البرغي الثاني نضعهما جانبا ثم نأخذ هذه الآلة العجيبة ندخلها هنا بين الإطار والزجاجة أو الشاشة ندخلها هنا عندما تدخل هكذا كما تلاحظون أميلها أرجعها إلى الخلف هكذا ثم أدخلها قليلا ثم أدير بهذه الطريقة أدير بهذه الطريقة أوكي أنا رفعت الجهة الأولى ثم أذهب إلى الجهة الأولى أمسك هذه الجهة بأسبوع حتى لا تعود ثم أذهب إلى الجهة الأخرى وأرفعها وهكذا تكون الشاشة وقد تحررت من الجهة السفلة فنفتحها هكذا من الأسفل إلى أعلى ثم عندنا هنا أربع براغي فوق هذه القطعة هذه القطعة هي تمسك الوصلات وصلات الشاشة فنفتح هذه البراغي وتأكدوا أن تضع البراغي منتظمة لا تمزجوها مع بعضها أقصد لا تخلطوها مع بعضها المزج يكون للسوائل والخلط يكون للأشياء الأخرى نلاحظوا أن هذا البراغي هنا هو غير ممغنط لذلك لا يلسق مثل مثل هذه البراغي الأخرى الآن سوف نأخذ هذه القطعة نرفعها ثم نضعها هنا محافظين على ترتيب البراغي فالخطوة التالية هي أننا سوف نفصل هذه الكبلات من هنا لأنني أشعل البطء قليلا من أجل الإنارة لا أسف لم أفعل ذلك أولا فكما ترون هذه هناك وصلات سوف أفصلها فقط بأضافره هذه الوصلة الأولى قد فككتها ثم أفكر الوصلة الثانية ثم الوصلة الثالثة كما ترون هنا وصلة أخرى الرابعة هي لزر التشغيل هذه الوصلة وهي من الأفضل ألا تلمسوها هي صغيرة جدا كما ترون هي هذه فقد فصلتها لكني سأعدها إلى مكانها أوكي سوى الآن ماذا سنفعل سوف نأخذ الشاشة الجديدة ونجربها أولا قبل أن نقوم بنقل جميع الأجزاء الأخرى المتبقية في الشاشة القديمة فكما ترون قد وصلت ثم أضغط على زر التشغيل فإن ظهرت الشاشة أعتقد أن الهاتف غير مشحون سوف أقوم بشحن قليلا فقط إذا رأيت التفاع هي كما ترون أن قد أظهرت علامة الشحن لا أدري أن كنتم ترونها جيدا المهم أنا أعرض علامة الشحن هنا فمعناه أن الهاتف يشحن لذلك لن أقوم بتضيع الوقت سوف أنتقلوا لتغيير الأجزاء الأخرى بينما أترك الهاتف في هذا الشكل قيد الشحن حتى إذا ما انتهيت من نقل الأجزاء من الشاشة القديمة إلى الشاشة الجديدة هذه الأجزاء التي سننقلها سننقل هذا الهوم باطن وننقل هذه القطعة المعدينية وننقل هنا السماعة وننقل الكاميرا الأمامية مع الهوم باطن فلنبدأ بناء الهوم باطن الهوم باطن عندها برغيان في الأسفل هذان البرغيان يمسكين هذه القطعة المعدينية التي تمسك بدورها التي تمسك بدورها الباطن لكن هذه القطعة المعدينية هي عالقة أو لاسقة بكابل فهذا الكابل سوف نأخذ هذه الألة العجيبة وندخلها تحت الكابل كما ترون برفق ثم نسحبها حتى نفك لأن الكابل لاسق في هذه الجهة نحن قد فصلنا الباطن نضعها جانبا ثم نأخذ أصبعنا من الأسفل من هنا وندفع هذه البطن إلى أعلى نأخذها هكذا ثم نضعها في مكانها الذي يجب أن تكون في وضعها متوازية فلا تضعها تأكدوا بأنها متوازية في مكانها لأن هناك مربع إذا وضعتموها بشكل غير صحيح سوف يبدو أن المربع هنا كأنه أعوج أو أحول أو شيء من ذلك الآن سوف أضع البطن هذه أصلا هذه البطن الأصلية فأنا وضعتها كما ترون ثم قمت بلسق الجهة التي تلسق في البلاستيك والآن سوف أضع البرغيان اللذان كان يمسكانها هذا هو البرغ الأول وهذا هو البرغ الثاني أنقل كل قطعة مباشرة بعدما أنزعها من مكانها الذي كانت فيه حتى لا يختلط علي الأمر ليس علي بل عليكم لأنني أنا قد تعودت على فعلي هذا الأمر منذ سنين طويلة فالآن أقوم بنزع هذه هذه القطعة المعدنية هي تشكل كدعامة للشاشة كما تشكل حاجز بين الشاشة والباقي الأجزاء الهاتف في الداخل فسوف أقوم بفصل هذه بنزع البرغي البرغ الأول ثم هناك برغيان في الجانب هذا هو البرغ في الجانب وهذا برغ آخر البرغي كلمة البرغي كلمة عجيبة لكن لكنها مفهومة عندما أستعملها أشعر بأنني أستعمل كلمة غريبة لأنها غير متداولة خاصة بلغتي نحن نقول لها البيس البيس ثم نزعت برغيان من الجانبين هنا ونبرغيان من الجانبين بينما نزعت برغ واحد من الأسفل هنا الآن سوف أنزع برغيان يمسكان هذه القطعة كما يمسكان قطعة أخرى تانوية تمسك السماعة فهذه القطعة عندها برغيان واحد هنا وآخر هنا حاولوا حاولوا أن تحافظوا على ترتيب البرغي لأنكم إذا خلقتموها ووضعتم البرغي الخطأ في المكان الخطأ قد تحدثون ضررا بالشاشة أو باللوح الأم فهذه هي القطعة التي تمسك السماعة وهذه السماعة الآن سوف أقوم بفصل هذه الكاميرا الكاميرا عندها كابل عندها وصلة هنا لا ثقة في هذه الجهة لا ثقة في هذه الجهة الكابل الذي يوجد في هذه الجهة سوف أقوم بفصله الآن كما رأيتم أدخلت تحت هذا الماسك أدخلته برفق وكنت حادرا على أن لا أقوم بتقبيه لأن في بعض الأحيان هذا الماسك رأسه مدبب رأسه وحد فعندما تحاول رفع هذه القطعة تتقوها وإذا قمت بتقبيها فسوف تتوقف الكاميرا عن الاشتغال أو تتوقف السماعة الآن بقي لنا هنا برغي واحد في الأعلى من هذه الجهة كما ترون هذا البرغي أنا قد فتحته الآن وكما تلاحظون الترتيب البراغي هنا فعنده واحد في الأسفل وواحد في الأعلى ثم عنده إثنان في الجوانب وإثنان في الجوانب الآن أنزع هذه القطعة ثم أنقلها مباشرة إلى الشاشة الجديدة فعندما أنقلها إلى الشاشة الجديدة هكذا سوف أقوم بوضع البراغي التي كانت تمسكها أبدأ بالبرغي الذي يوجد في الأسفل هنا أنا قد وضعته ثم أكمل بالبرغي الأعلى الذي نزعته من هنا هكذا حتى لا أخلط بين البراغي أن البرغي إما أن يدخل في مكانه غير الصحيح ويحدث ضررا أو لا يدخل بالمرضى وسوف يسبب أنك قد تتليفه أو تتليف الأداة التي تستعملها لنزعه من مكانه غضياته هذا البرغي في الأعلى لقد ضاع مني لا أريد أن أقوم بالبحث عنه في هذه اللحظة الأقل في هذه اللحظة بدات الآن سوف أقوم بوضع براغي في الجانبية هذه البراغي إذا ضاع واحدا منها فإن الأمر ليس بذلك الأهمية التي تجعلك أن تبحث عنه حتى تجده لأن الوقت لن يتوقف بعدم وجوده بعض البراغي مهمة لكن بعضها هو فقط من أجل التثبيت فإذا وضعته فهو أفضل أما إذا ضاع ولم أجد فلا داعي للقلق الآن هنا قطعتان بلاستيكيتان بقيتان عالقتان في الشاشة القديمة سوف أنزعهم الآن هذه القطعة هي قطعة الكاميرا هذه تساعد الكاميرا على أن تظل في مركزها لأن عندنا هنا عدسة كما ترون وهذه القطعة تعمل على تجعل شاشة عدسة الكاميرا في المركز ترجمة نانسي قطعة الان انزع القطعة الاخرى. بعد الاحيان هناك بعض الزوائد التي تحول دون تثبيت القطعة في مكانها الصحيح. فيمكنكم ان تتخلصوا منها بشحدها. الان وضعتها. فعندنا هنا تقب صغير. هو للمايكروفون. هذا هو المايكروفون. فسوف يدخلوا له نتوء زائد. سوف يدخلوا في ذلك التقب. ثم بعدما تتأكد من انه قد تم تثبيته في مكانه. سوف الان اقلب الكاميرا على مكانها. كما هنا عندنا نتوءاني اسودان. وفي هذا الكابل يوجد تقبان. سواء النتوءان يدخلان في التقبان هناك. وهكذا نكون قد تبتنا الكاميرا. الخطوة التالية هي اننا سوف نضع هذا السماعة هنا. وفي السماعة يوجد تقبان ايضا كما ترون. هذان التقبان يدخلان في هذا في هذان النتوءان. هم والنتوءان هنا يحافظان على توازي او تطابق تطابق السماعة مع النقطتان الواصلتان لها مع مع اللوحة الام. اذا رأيتم نقطتان الذهبيتان هنا يجب ان يجب ان يكون موصولان بهذين النتوءان. فالنتوءان الاسودان هنا يحافظان على ذلك التطابق. الان هذه القطعة عندها نتوء هنا وعندها آآ خطاف هنا خطاف لا ادري هذه الكلمة ان كانت صحية ما علينا عندها هناك آآ كأنه ماسك. فنضع هذا هذا النتوء من هذه الجهة يدخل تحت هناك مكان مخصص له. يدخل تحته هكذا ويعلق من التحت. ثم يوضع فوق الفوق السماعة. بينما الخطاف الذي نمتأكدين من انه خطاف سوف سوف يمسك من هذه الجهة. وبعدما يمسك الخطاف من تلك الجهة سوف ناخد السكرو البورغي ونضعه في مكانه. بينما اصبعنا ما زال يمسك آآ كل القطاع حتى لا حتى لا تتحرك من مكانها. ثم عندنا هنا بورغي طويل هو الذي يكون في المركز هنا. الآن سوف ألقي نظرة خفيفة على البرغي الذي سقط. فاما اجده او ادعه. اذا فاني لم اجد. ارجو ان تكون قد ارجو ان الصوت يكون جيدا. فالان اظنني قد خلصت من هذه الشاشة سوف القيها جانبا. وسافاتي الى الهاتف. ثم اقوم بوصل هذه الوصلات بهذه المستقبلات. فهذه الوصلة تذهب الى هنا وهذه تذهب الى هنا وهذه فعندما تقومون بوضع الوصلة تأكدوا انها متطابقة مئة في المئة مع الوصلة في اللوحة الام. في بعض الاحيان تستعمل فقط الحاسة السادسة او حاسة اللمس. فعندما تشعر بانها متطابقة تضغط لها ضغطة قصيرة. فاذا اه فاذا وصلت بشكل صحيح بها ونعمة. اذا شعرت بانها لا تدخل في مكان الصحيح حاول ان تزحزها قليلا حتى تضغط طبعا بينما انت تزحزها تضغط عليها قليلا. واذا لم تتم عملية الوصلة بشكل صحيح فان ذلك سيؤدي الى عدم اشتغال الشاشة او على عدم اشتغال اللمس او على عدم اشتغال الكاميرا. هل يكن تتأكد من وصلها بشكل صحيح? الان سوف اضع هذه القطعة فوق هذه الوصلات حتى تمنعها من الانفصال اذا ما سقط الهاتف او اذا ما تعرض الهاتف لسقطة غير متوقعة. هذا البرغي هو كما قلنا هو غير ممغنط لذلك هو لا يعلق في في مفتاح البراغي لان مفتاح البراغي من المفروض انه ممغنط لذا فمثلا انظروا لهذا. هذا يمسكه. بينما الاخر لانه غير ممغنط طرت الى حمله بالماسك. فالبرغيان اللتاني كان في الاعلى وضعتهما في الاعلى والبرغيان اللتاني في الاسفل او اللذان في الاسفل يوجدان في الاسفل. احذروا ان تضعوا البرغي الذي في الاعلى في الاسفل لانه طويل وسوف عندما تقوم عندما تقومون بتدويره تدويره 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 تثبيته في مكانه عندما تقومون بتثبيته في مكانه سوف يصل أبعد من المطلوب وسوف يحدث ضررا باللوحة الأم الآن بعدما قمت بوضع هذه هذه اللوحة هنا مع القطعة المعدنية سوف أقوم بإغلاق الهاتف أول شيء سوف أقوم بضغط هذه الجهة من الأعلى أتأكد بأنه لا توجد هنا أي مساحة أو أي مسافة أو أي فتحة ثم أمسكها كذا بأصبعي ثم أضغط هذه وأضغط هذه وهكذا نكون قد خلصنا من 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 تغيير الشاشة ما بقي إلا أن نتأكد من أنها تشتغل يبدو أنها تشتغل لأنها لم تظهر علامة الشحن معناه أنني في بعض الأحيان إذا لم يشتغل الهاتف بهذه الطريقة عندما تغير الشاشة لأنني لم أفصل البطارية فالآن ماذا سوف أضغط الهوم بطن وأمسكها أنا ما زلت ضغطا عليه ثم أضغط في نفس الوقت الباور بطن أو زر التشغيل ثم أمسكه لجميع لحوالي خمسة عشر تانية إلى عشرين تانية فإما أن تظهر الشاشة كما رأيتم ظهرت علامة الأبل فالآن سوف أقوم بوضع الزر البرغياني الذي كان في الأسفل ما زال الهاتف يشتغل الآن قد نكون يمكن أن أقول أننا قد قمنا بتغيير الشاشة بشكل صحيح فما نقوم به الآن سوف نقوم فقط بتجريب الشاشة الشاشة لديها رمز سري أنا لا أعرف الرمز السري ولذلك سوف نكتفي بهذا القدر وأرجو أن تكون هذه الطريقة التي أريتكمها مفيدة لكم فإذا أعجبتكم اضغطوا على زر الإعجاب لايك وإذا كانت لديكم أي تسئلة اتركوها في الكومنت في الأسفل والمرجو أن تشتركوا في القناة اضغطوا على زر السبسكرايب أو زر الاشتراك حتى يصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته